السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الحسن البصري رحمه الله دائما يتمثل في أمر الدنيا بهذا البيت فيقول اليوم عندك دلها وحديثها وغدا لغيرك كفها والمعصم وهو بهذا البيت يشبه الدنيا بالمرأة الجميلة تكون للرجل فيموت عنها أو يطلقها فيتزوجها غيرها وهكذا الوظيفة وهكذا المال نمت عنه ويتمتع به غيرنا أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع اليوم عندك دلها وحديثها وغدا لغيرك كفها والمعصم وأنشدوا قول عبد الله بن المخارق الشيباني كم من مؤمل شيء ليس يدركه والمرء يزري به في دهره الأمل ترجو الثراء وترجو الخلد مجتهدا ودون ما ترتجي الأقدار والأجل وقال الله تعالى اعلموا أن ما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فطراه مصفرة ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والسلام عليكم ورحمة الله